لجنة الاتصال والتحسيس لفتت اللجنة الوزارية الفرعية المكلفة بالاتصال والتحسيس في بيان لها بتاريخ 21 مايو 2020 الرأي العام الوطني إلى ما يقع من تشويش على أداء القطاعات الحكومية المكلفة بالتصدير الوباء شراء مشورات لا تتحرى الدقة والمسؤولية ويتعمد بعضها دون أي ذواع موضوعية نشر الأكاذيب للإضرار بالمجهود الوطني الشامل عبر التحريض الإجرامي على منظومة نصحية أحيانا وتشكيك مواطنين في جدوى الإشراءات الاحترازية بل في وجود الوباء ذاته أحيانا أخرى وكان من آخر ذلك ما تم تداوله بالأمس على نطاق واسع من تسجيلات تشكك في مستاقية بيانات الصحة وتزعم أنها مزورة بهدف الحصول على التمويلات وقد برهنت التسجيلات على جهل من تسب إليه ببدع أنه تخصصه بقدر ما برهنت على جهله بقواعد العلاقات الدولية وبالتنسيق الوذيق بين قطاع الصحة ووكالات الأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسوف الذي ينفي عن بيانات القطاع كل الشبهات ويعزز مستاقيتها وطنيا ودوليا ولا يخفى أن ما يمكن أن تسببه هذه الشائعات والأراجيف من إيذاء أو هلاك للأبرياء دليل على تجرد من يطلقها من كل وازع ديني أو أخلاقي ومن كل حس وطني أو إنساني مشاهة أخرى يجدر التنويه بأن وزارة الصحة ووزارة الداخلية واللا مركزية تجريان حاليا تحقيقا في القضية وإذا انتهى هذا التحقيق سوف ينال مرتكبه إذا عثر عليه جزاءه وفقا للترتيبات القانونية المعمول بها وإن اللجنة تنوه كثيرا بالحملة التثقيفية الواسعة التي يطلع بها الإعلام الوطني العمومي والحر وأغلبية المدونين ومستخدمي وسائل التواصل وتشيد بجهدهم المشكور شميعا لا تؤكد من جديد أن السلطات العمومية لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في حق كل من يروج بنشر أو إعادة نشر ما من شأنه الإضرار بالمواطنين الأبرياء أو بالهيئات الإدارية والفنية المسخرة لخدمتهم اسماعيل والشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج رئيس اللجنة